زي ما كنا نتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة في تقدم ملحوظ في مجال دعم وتمكين الأشخاص زاوي الهمم نتيجة الإرادة السياسية الدعمة والمساندة ليهم واللي سعت لخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية لدعمهم والاهتمام بهم هنرى في تفاصيل أكتر من ضيفتنا دكتورة جهاد إبراهيم عضو مجلس النواب السابق يا دكتورة جهاد صباح الخير عليك صباح الفل يا شهد بكل تأكيد تعامل الدولة مع هذا الملف مختلف عن السابق تماما كأننا في عالم مختلف خالص يعني ما كناش نحلم في يوم الأيام أنا من ضمن الناس الناشطة حقوقية كده في مجال زاوي الهمم كنا زمان 2009 عشان الناس ما تنساش معلش شي كنا 2009 وقفين أمام مجلس الشعب زمان بنحلم يكون لنا ممثل تحت قبط البرلمان كان أقصى أحلمنا بس يكون لنا ممثل تحت قبط البرلمان وفضلنا نعافر ونكافح وراء الحق دوت لغاية لما جه دستور 2014 وكفل لنا يكون لنا نسبة كوتا تحت قبط البرلمان ويمكن بتشرف أني كنت نتاج هذا الدستور وإن بقينا تسع نواب تحت قبط البرلمان وحكاية تفرح وحكاية تشرح القلب ومش جاية أقول كلام عشان أدعم جهة وصاد حاجة لا بالعكس أنا بقول حقيقة وبحكي واقع إحنا عشنا كزاوي همم ما بقى عندنا قيادة سياسية أنا من قلبي كأم ومن قلبي كامرأة من ذات الهمم ومن قلبي كنائبة سابقة بشكر معالي الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان أنه هو بقى يقول علينا أنتو مش أصحاب الهمم ولا أصحاب الاحتياجات الخاصة أنتو أصحاب الأرصداء الخاصة أرجوكو فيك لما ينفعش يتنسي لو أنتو كناس عادية نسيته إحنا كزاوي همم لا يمكن ننساه لأن الكلمة دي قد إيه بتقول أنا بيجي كل سنة أحتفل معاكو عشان أخد منكو رصيد يكافيني سنة تانية مين بيقول كده إحنا وكناش عمرنا شفنا رئيس بقابل شبابه ولكن لنا رئيس أطلق على سنة كاملة عام 2018 عام زاوي الهمم ولا مثلا خرج من رحم البرلمان اللي كنت بتشرفيني بمثله قانون أنا شايفة أني على مدار تاريخ مصر عمره ما هيطلع قانون زي قانون معشر على سنة 2018 اللي صوالات وجوالات وحوارات وطنية من أجل أن يخرج هذا القانون للنور دكتورة جياد خلينا اتكلم مع حضرتك عن يمكن العامل النفسي النهاردة إزاي يمكن ذوي الهمم أو قادرون باختلاف قادرين أن هما يستقبلوا مثل هذه المصطلحات المختلفة خلينا نقول نيا بتمكن القادرون باختلاف وبتوريهم قدقيهم عندهم قدرة كبيرة قوي على أنهم يكونوا يعني فعالين في المجتمع كلميني عن العامل النفسي لا بشكرك يا بسانت على السؤال لأن فعلا فعلا إحنا بقان عندنا وعي مجتمعي مختلف تماما وعي مجتمعي بتقبلنا كزوي همم وعي مجتمعي نظرة الشفقة والدونية إحنا محتاجين أنه بقى رحماء على بعض لكن ما تشفقوش عليها لدرجة أن يتحسسين إن أنا عجزة أو نقصة أو عندي مشكلة فقد إيه وجود الرئيس في كل سنة في احتفالية زي احتفاليات قدرون باختلاف دايما طول الوقت يتكلم عن زوي همم ده سابورت نفسي غير عادي يعني أنا أي حاجة عايزاها بعد اللقاء الرئيس بينا لأ في كل الشوارع في كل الأماكن في كل الحتة لأ بقى في سابورت نفسي غير عادي لنا كزوي همم ويمكن أنا كدكتورة في الجامعة بأدرس للطلبة في الجامعة عن شمس قسمة علم نفسه وعلم اجتماع بدخل للطلبة بشعر بالفخر أنك أنت دكتورة على كرسي متحرك دخلة بكل فخر تشرحي للطلبة بتوعي قصتك كحلم بقولهم أنا كنت هنا بقف في الجنينة زمان عشان ما كانش فيه أسانسير أطلع أحضر المحاضرات كنت زمان بقف هنا عشان بتشال على السلالم عشان ما كانش فيه رامبلينة كزوي همم ودكتورتكو أو اللي دخلالكو دلوقتي بتدرسلكو في الجامعة هي مرت برحلة تطور مصر من ما كانش فيه رامبل ما كانش فيه أسانسير لما كانش فيه وعي مجتمعي لما كنا بنموت ونموت ألف موتة علشان إنك تاخد حق من حقوقك دلوقتي لا خلاص ده على أجندة كل وزير ملف زوي همم صحيح وأنا كنت في المطبخ وعرفة كل وزير ملزم كوزارة سواء وزارة التضامن ووزارة الشباب ويمكن ده تشرف إن فيه لجنة في وزارة الشباب والرياضة لزوي الهمم للتدريب وتأهيل زوي الهمم وتشرف إن من ضمن أعضاء هذه اللجنة ملف الاتصالات ووزارة الاتصالات وكل وزارات مصر بلا استثناء عليها ملف زوي الهمم ده عظيم جدا أنت قلت نقطة مهمة في بداية كلامك إن أنتم من 2009 وإنتوا بتطالبوا أن يكون فيه حد منكم موجود تحت قبة البرلمان ده ليه؟ ده عشان يبقى صوتك وعشان يطالب بالحاجات اللي أنتم محتاجينها عايزين نفند الحاجات دي واحدة واحدة كده وإيه اللي حصل في القانون 10 لسنة 2018 إيه اللي تغير؟ يعني أنتم كنتوا عايزين حد ينقل صوتكو للمسؤولين كنتوا محتاجين إيه وإيه اللي تغير؟ بص يا شازلي إحنا دلوقتي كان 2009 كنا البروش كده فاضة للحفلة علشان الحفلة تبقى شكلها حلو إحنا كنا كده كزاوي همم كانوا بتجربين كانت اللي هي مجرد أي حد داخل الانتخابات يجيبوا شوية زاوي همم كده يقولك إيه ده أنا بتم بملف زاوي همم كديكور لكن على أرض الواقع لا ما كانش موجود أبدا وجودنا الحقيقي على أرض الواقع ما كانش فيه لينا يعني مثلا نسبة الخمسة في الماك قعد في بيتك وأنا هبعط لك شحاتك كده المبلغ بتاعك أو المرتب بتاعك كل شهر البنية التحتية لزاوي همم وأنه يتعامل حسابها كبنية تحتية دلوقتي في العاصمة الإدارية أنا كنت في لجنة الإسكان في البرلمان وهي لسه طوب أحمر رحت شفت قد إيه رقم واحد ورقم عشرة إحنا متطلبات زاوي همم في البنية التحتية في العاصمة الإدارية ثالث حاجة الوعي المجتمعي اللي بسانت قالت نسبة عنه لأ لأ إحنا عندنا طفرة طفرة في الوعي المجتمعي اللي ما كناش به أنا كنت بقول دايما في تحت قبط البرلمان بقول مهما كان عندنا قوانين بدون وعي مجتمعي بأهمية تطبيق القانون ما إحنا عندنا ألاف بالعشرات الألاف من القوانين ولم تفعل إيه اللي بفعل القانون هو الفيصل بين تفعيل قانون وعدمه إيمان الشعب بقضية إنسانية زي قضية ملف قضية الزاوي همم بقى مش بس قانون محطوط لأ بقى ضمير الناس شغال أنا الحياة خدت مني جزء حضرتك محتاج تكملني بكل رحمة مش بكل شفقة محتاج مصعبش عليك وتتنمر علي قد ما تقولي برافو صبرت بالحق وأنا عندي لظيفو أفصل أنا عندي لظيفو يعني لما كارما بنتي صحبتها في المدرسة بتقول لها مامتك رجليها مكسورة أنا معلمة كارما من وهي سنتين عشان بقولك قد إيه في وعي مجتمعي معلمة كارما وهي سنتين إن كرسي مامي خط أحمر وكرسي ماما هو رجليها وإن ربنا خلقنا مختلفين كان قادر يا كارما يخلينا كلنا بنمشي بس هو ليه حكمة إنه يخلي مامي على كرسي وإنتي مش على كرسي عشان أنت تساعد مامي فلما البنت قلت لها في المدرسة مامتك رجليها مكسورة قلت لها لأ ماما مش رجليها مكسورة ماما ربنا خلقها مختلفة ولو كلنا بقينا شبه بعض ما كانش هيبق لنا شكل فدي بزرة اتزرعت في طفلة في مدرسة عملت موعي مجتمعي لكلاس لمدرسة ده ده بقولك نموذج صحيح هنا كمان إحنا محتاجين توقية لولدة الطفلة اللي تكلمت مع بنت حضرتك أنا على جروب المامس بقى أنا بتوساش آه لأ طبعا مهم مهم طبعا والله العظيم يا شازلي ما حكايتي أنا ولا حكاية كرما إطلاقا ده وعلي حكاية كل إنسان ربنا الحياة أخدت منه بيعافر ألف معافرة تخيل أنت أربط رجلك مثلا وأقولك خش الحمام ورجلك مربوطة اشتغل ورجلك مربوطة دول حل أصحاب الهمم اللي على كارسة ما هي أتخذت منهم حاجة وربنا أديهم ألف حاجة تانية يقدر يعرضوا ربنا أدينا يوم ما بنرضى ربنا أدينا طاقة جبارة نحفر في الصخ ويمكن كرياضية أو سباحة أنا بعرف يعني قد إيه لما دخلت مجال السباحة وعي مجتمعي وأنا بأخذ البطولات زمان غير وعي مجتمعي وأنا بأخذ وأنا دلوقتي شايف حل أصحاب الهمم أنا شايفة إحنا بنعيش العصر الزهبي كزاوي همم في الجزء المعنوي والدعم وجزء قانون قريدي فيزيكي لخارج على أرض الواقع طب ناقصنا إيه طبعا أكيد فيه تحديات وأكيد بنحلم بالأكتر وأكيد كلنا بنهتمنى حاجات أكتر تحصل التجهيز الرمبات نسبة زاوي الهمم في كل قطاعات الدولة أو كل قطاعات مجال القطاع الخاص إن إحنا يكون موجودين بقوة وصدقني مش الحكاية حكاية مثلا المجتمع المدني أو القطاع الخاص كلنا مسؤولين أمام ربنا وأمام الشعب إن إحنا كل واحد يعمل اللي عليه في حتة جزء من أجزاء ملف زاوي الهمم وكل سنة وكل زاوي الهمم واللي أم من زاوي الهمم أو اللي عندها طفل من زاوي الهمم ارفعي راسك وتخرب ابنك وطلعيلي النور ودعميه واكتشفي ذات وهيلين كيلر السماء البكماء العمياء اللي قالوا لها أنت الحياة أخدت قالت لهم ما عادش عندي وقت الحياة ديتني كتير ما عنديش وقت أندب على اللي الحياة أخدتوا مني وهي سماء بكماء عمياء نيكولاس طه حسين مش هقول أساني كتير كتير من العظماء أكيد بألف خير كلنا يعني كمصريين في الحقيقة فخورين جدا جدا بالإنجازات الكبيرة أو اللي يمكن شوفنا نمازج من قدرون باختلاف قدروا أنهم يحققوها يمكن فوقت قليل قوي من أول ما ابتدت الدولة المصرية تديهم أو تطلعهم للنور زي ما حضرتك قلت يا دكتورة جاهد طيب حب أعرف منك كيفية يعني لو عايزين نقول تحقيق الحماية يعني المجتمعية أو الحماية بشكل عام للفقات الأولى بالرعاية إيه اللي أنتو محتاجينه دلوقتي يعني محتاجين نشتغل على الملف أكتر أنتو كوسائل إعلام دوركو دور لا يستهان بيجيبوا رموز من كل مش بس مجال رياضة وبس تعليم لا جيبوا رموز من كل حتة دور بقى فيه كمان يعني رموز مهمة جدا نقدرون باختلاف موجودين في الإعلام نفسه آه مرحمة طبعا ورموز تانية كتير موجودة ده التسليط الإعلامي على ملف زاو ليمن بيعمل ساب كونشس في اللا شعور أو في اللا واعي بيوفر الطاقة جبارة أن إحنا بما إني لايف كوتشنج معلش يعني بضغى الموضوع ده على كلامي فأنت لما بتعملي برامج في وسائل الإعلام بتتناول القضية بتعمل بس أو وعي مجتمعي مختلف تاني حاجة الملف يبقى فيه رقابة على كل الوزارات وطبعا البرلمان وزميلي في البرلمان وفي مجلس الشيوخ كلهم مهتمين جدا بالملف أن إحنا نرائب الحكومة عملت إيه في الملف الفلاني في ملف الإسكان في ملف زي ما قلت التضامن وزارة التضامن والمعاشات لزاو الهمم في ملف القوى العاملة ووزارة القوى العاملة أنت قد إيه النسب من تشغيل زاو الهمم سواء بقى في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي أنا أظن أنك تعمل برامج توعوية مش بس برامج في التلفزيون أو ندوات أو صالونات ملف الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات قد إيه بس أنت لما تعمل حملة توعوية في شباب جامعات مصر اللي هو الطاقة والحماس أنت أظن أن ده ممكن يعمل نقلة غير عادية مثلا اللومان الخريك التربية واللومان بيعملوا قريدي سنة خدمة عامة لما يعملوا السنة دي في أنهما يعملوا لغة الإشارة أو اللي هي تعديل سلوك لزاو اللي هي مما العقاة المختلفة أظن أن ده ممكن يعمل طفرة غير عادية في الملف نفسه بكل تأكيد قبل ما تقول أنت لايف كوتش كنت لسه أقولك أنت تنفعي في مجال التنميل البشرية كويس أوي طب باركلي عشان اختروي أفضل شخصية من مئة شخصية عربية أو الإبارح متكرمة كأفضل مئة شخصية عربية بمتال أمانة تستحقى و أنا أعجبني كمان أنت نشطة في هذا المجال لأنك بتتكلمين فيه كويس أوي و فهم ما فيه كويس أوي و عارفه و زي ما أنت قلت عارفة اللي في المطبخ و عارفة الدولة بتدير هذا الملف إزاي وبتواصل كمان مع القادرون باختلاف فبوصل لهم الدولة التامة ده حقيقي في حاجة من ضمن الحاجات التي كنت بتتكلمين عنها دلوقتي اللي هي دعمهم فيها الوظائف المختلفة من خلال وزارة القوة العاملة سواء في شغل حكومة أو شغل خاص عشان القادرون باختلاف يشتغلوا محتاجين أول حاجة بطاقة الخدمات المتكاملة و دي كانت مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للقادرون باختلاف خلال السنوات اللي فاتت عملنا فيها إيه؟ أو و أنت موجودة في البرلمان قدرنا نساعد في النقطة دي إزاي؟ قدرنا نساعد أن كل شخص من زاوي الهمم يعني هو كل حاجة لها عيب وميزة وعيب الميزة العظيمة اللي خدناها كزاوي همم أن إحنا بقى عندنا قانون وبقوة القانون ده نقدر ناخد نحصل على كامل كامل وكافة حقوقنا المادية و المعنوية كالقانون اللي هو عشر لسنة 2018 و اللي بمقتضاء أن إحنا بيطلع مننا البطاقة الخدمات المتكاملة أن كل شخص زاوي همم بيذهب لمكتب التأهيل القريب منه و بيتحدد له معادل الكشف الطبي و أنه هو بمجرد استخراج البطاقة دي بيعرف نوع الإعاقة و شدتها و درجتها و الكلام ده و بيتثبت في البطاقة دي كل الكلام ده و بموجب البطاقة دي قادر أنه يحصل على سكن كريم سيارات نحن محتاجين بس أن نصرع شوية من إجراءات إنجاز هذه البطاقة أو استخراج هذه البطاقة لأنها بتاخد وقت و هم بيعانوا معاناة كبيرة جدا المشكلة بقى يا هشازلي أن نطلع فيه سماسرة لهذه الفكرة يعني زي ما يكون فيه سماسرة للشقق و العقارات بقى فيه سماسرة بالتاجر برضو ما زالنا في زاول همم أن أنا طلع لك البطاقة و بكام و أن أنا هاخد العربية مثلا حد هاخد عربية بدل حد و يدفع رقم فلما أصلا حد يسألني السؤال ده مش شرفة لحد من زاول همم أديله مثلا مبلغ و أخد أنا عربية و أنا بقول له يعني أنت ممكن ده زنب عمرك في حياتك ما تعرف قدي إيه ربنا هيعقبك على اللي أنت بتقوله ده لأن ده سيبه و يعني الحياة أخرت منه سيبه يعني ياخد جزء من حياة بسيط من حقوقه فده ما زلنا و طبعا وزارة وزارة التضامن ده إنسانة عظيمة و كانت معنا و هي نايب وزير و إحنا بنعمل فكرة البطاقات المتكملة لكن مازال بنحلم أيضا بتسريع أكتر لاستخراج البطاقة و معاملة أدمية و أنت عشان تفرز العاطل من الباطل مين رايح يمستل أو مين مين قريدي مدسوس عشان ياخد البطاقة و مين قريدي في القمسيون تقصد و مين يستحق أن تستخرج للبطاقة دي التحدي كبير و هرجع أقولي الوعي هو نقطة الفاصل في أنك تصحي وجدان و ضمير الإنساء أي بني آدم ده حق لشخص الحياة أخدت منه سيبهوله و أنت شوف حاجة تانية يعيش حياتك فيها فده هنرجع تاني برضو يا شازلي و نقولي الوعي و أنه نقول للناس إحنا كلنا واحد بس أنت بتعرف تمشي غيرك ما بيعرفش سيبه ياخد وثائل مساعدة يقدر يمشي أنت بتشوف غيرك ما بيشوفش لما بنفنطها بشكل إنساني أظن أنه ممكن يعني نخوض صوالات غير عادية في تحسين يعني نوعية الحياة الخاصة بينا و زي ما قلت لك أنا مش جيت من مش جيت بنت مرفهة أنا عاشت فقر مطقعة لغاية 8 سنين ما عنديش كرسي متحرك و أمشي في الأرض عشان ما عنديش كرسي فقد إيه أنا بتكلم بألم و أمل في نفس ذات الوقت إنك لما بتحلم وتطلب بقوة الحلم بيتحقق فعشان كده المسج هي ثلاث مسجات ما فيش غيرهم مسج لزاو الهمم أرجوك أوعد تنازل عن حقك و أرجوك أوعد فكر إنك جسد أنت روح و إبحث عن أنك إزاي تطور نفسك من الجزء للحياة أخذته منك مسج للمجتمع أرجوكو إن الحياة محتاجة مننا كلنا نتكاتف على إننا نعيش حياة كريمة كلنا مع بعض مسج للحكومة أو لزميلي اللي بيرقبوا الحكومة الملف ده ملف إنساني لأنه ضل بني أدمين ليهم حقوق و ليهم واجبات أنت قبل ما يعني مش هقولك قبل ما تهتم بالملف الأسوية أو ملف اللي الحياة لم تختبرهم بجزء اهتم بكل الملفات برا للمعباض بس أنت لما يكون عندك ابن عيان وابنك ابن مش عيان بتهتم شوية بالعيان لما يسترد صحته فمعلش اهتم سنة وأكتر بنا ونعرف الوزراء صدقني بما إني كنت في المطبق كلهم بكل إنسانية محتاجين يحطوا بصمة في هذا الملف وبيتسابكوا بقى ويتنفسوا على إن مين يكون ليه دور حقيقي على أرض الواقع حقيقي بلا أي مبلغة على أرض الواقع في ملف زا والهمة تراجي هاد إحنا مبسوطين أنك كنت معنا النهاردة يعني بتتكلمي حلو جدا وصلت لنا يمكن أفكار إحنا ما كناش شايفنا في نفس الوقت متأكدين أنك بتوصلي لقدرون باختلاف طبعا يعني كل اللي الدولة بتحاول أن هي تعمله قطع نشاط كبير أو يعطعنا بسافة كبيرة جدا جدا كناش نحلم بيها أكيد لسه قدامنا مشوار تاني طويل إحنا كوعي مجتمعي وجود نماذج زي حضرتك معنا أكيد المشوار ده هيكون أسهل وأسهل كل شكرا لكي دكتورة جهاد إبراهيم عضو مجلس النواب سابقا على وجودك معنا نورتينا شكرا لكي شكرا جزيلا فعلا